يعني أنا بقول شغلة واحدة في برامج يتكلم عن هموم الناس ما هموم الناس أنت مسألت سؤال أختي بعد مرات فيه شغلات داخل بيتك ما تنقل بره البيت أكيد أكيد فيه شغلات يعني أنا عارفت واحدة من الدول عندهم برامج نصادر بس برامج على أرضي يعني مو فضائي يكون بشيء مخصطف داخل دولتهم أشوف هذه مسألة أخلاقية مسألة أخلاقية مسألة أخلاقية للي أيضا يتلفظ بهذا الكلام هذه مسألة خاصة فيها صحيح صحيح تلفزيون الكويت يعتبر مدرسة أكيد خرجت الكثير من الكفاءات الإعلامية لا زالت تتخرج والإعلامية هذه الكفاءات برزت على الساحة من خلال المحطات الفضائية الخاصة لكن للأسف أمل ليش ما استفادت منهم والله شوفي بصراحة شوفي تلفزيون الكويت كان وسيبقى أو الإعلام الكويتي إجمالا بالإعلام المرئي والمسموع سواء الإذاعة والتلفزيون هي مدرسة في المنطقة في المنطقة في المنطقة منطقة القليج وأن لم تكن يعني في العالم العربي كله تلفزيون وإذاعة الكويت من أفضل المحطات وإحنا كنا نوات لكل محطات المنطقة يعني الكويت ساهمت حقيقة في إنشاء إذاعة عمان الكويت كانت هي المؤسس تلفزيون الكويت لتلفزيون دبي من الكويت وكان اسمها الشكل وإحنا ساهمنا وأنا كنت حاضرة هذا في افتتاح تلفزيون اليمن وكنت أول قارئة نشرة أخبار في تلفزيون اليمن في أيام الرئيس الحمدي يعني عارفة فتلفزيون الكويت الحقيقة مثل ما ذكرتي مدرسة كون الكفاءات تتسرب من تلفزيون الكويت يعني المفروض تلفزيون الكويت يفخر ويعتبر نفسه هو الدار الحاضنة التي خرجت الكثير من الكوادر التي تعمل الآن في المحطات الخاصة لو يتي نظرتي تلفزيون الوطن تلاقيهم في أبناء تلفزيون الكويت في الراي في عندكم الشاهد أنا شفت كذا واحد الآن موجود في سكوب في فنون في العدالة يعني نعايز ونعدد وهو يعني المحطة التفريخ التي على مستوى من الجودة خرجت الكين كثير من الكفاءات لكن كونها ما تحتفظ بالكفاءات هذه مسألة يعني يسأل عنها المسؤولين تدخل فيها المحسوبية أو تدخل فيها الواسطات والمسؤولين والقائمين على التلفزيون لماذا لا تحتفظون بكفاءاتكم التي هي أثرت تلفزيون الكويت على مدرسة؟ يعني أنا شافة كل إعلامي منكم أمل يطلع ما شاء الله مدرسة يعني أنا واحدة من قاعدة في بيتي لا أنت قاعدة في بيتي تشلحي قاعدة من الأسف الشديد زين فهذه القضية قضية يسأل عنها المسؤولين الآن في محطة بمناسبة العيد الوطني طلعت يقولون اليوم مصلي ميسج قالوا المفروض المفروض العياد الوطنية المفروض هذه المحطة تستقطب كل الكفاءات الإعلامية الإعلامية لأن الاحتفال بالعيد الوطني واحتفال لمسؤول إنما احتفال لكل أبناء الكويت برايش أنت كإعلامية أمل شلون إحنا نرتقي بإعلامنا الرسمي أكيد أنت كذا واحد اثنين ثلاثة أربع لا فيه فيه أكيد لكن أنا يعني ما يأخذ رأيي مقترحاتك يعني لو قدمت مقترحات أقدمها لمن نعم ومن يأخذ بها فأنا كنت أتوقع مثلاً وزارة الإعلام ممثلة بمعالي الوزير مجلس الوزراء يسأل تعالوا يعني أنتوا أنتوا ماذا إلى أين متجهين أين الكفاءات التي أسس تلفزيون الكويت من خلال تواجدهم أين يعني العناصر الفاعلة التي هي يعني في كل دول العالم الناس الخبرات يستقطبون ويستشارون ويأخذ رأيهم في الكثير من الخطط البرامجية ولكن في الكويت مع الأسف هذا غير حادث نعم في الآون الأخيرة طلعت مصطلحات يديدة في الإعلام وإحنا ما سمعناها من قبل وبعض قلتش احنا دورنا دورنا في القواميس في الكتب ما لقيناها مثل مصطلح الإعلام الفاسد إعلام الفاسد هل هذا المصطلح طبعاً حديث أو محدث بس ولكن يعني هل وهو فعلاً موجود أيامكم أنتم في الإعلام القديم سمعتوا أيامكم يا أمل فيه إعلام فاسد أو أشرتوا لهذا الإعلام هو إعلام فاسد لا أهو الحقيقة في شيء اسمه يعني اللفظ المهذب مطلوب عرفتي إعلام فاسد ماذا يقصد بالفساد الفساد إحنا كنا يعني نعرف أن الفساد الإرتشاء يعني كل الموبقات التي تقع تحت مسمى فساد لكن الإعلام يعني ما أدري الإعلام الفاسد يعني ما المقصود يعني هذا الذي أطلق يطلق عليه إعلام فاسد ما المقصود هل فساده من كونه يعني يكشف بعض الأمور أو هو جريء أو هو لفظيا ما أدري والله يعني أصحاب هذه المقولات الذين يعني استنبطوها أو ذكروها أو سموا بها بعض المحطات هم ربما لهم لكن هي في قاموس اللفظ الإعلامي ليس من هناك مسمى إعلام فاسد يعني هناك مثلا الله نسمع إعلام فاسد إعلام فاسد يعني مصطلح مصطلح لغوي يعني نعم ربما ينطبق وربما ما ينطبق على من يدعون في السنوات السابقة يعني سمعت فيها؟ لا 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 ما كان عندنا شكل لأن أصلا ما كان عندنا إعلام فاسد كان إعلامنا نزي وكان إعلامنا يعني مهذب والقائمين على ناس حتى ما يلفظون اللفظ القبيح نحن كان يعني لأذكر سنوات بدأنا في البث المباشر فلما كان واحد يتصل بالتليفون كنا حتى نفلتر المكالمات التليفونية ويسمعها المخرج في الكنترول ثم يحوله هوا إلى هات درجة كانت الناس حريصة على لا يخدش سمع المستمع يعني مثلا الهوا قبل شك أكلمنا عبد الله لا المخرج يستقبل المكالمة ويسمعها بعدين يحول الهوا حتى يتبع الفترات ويعني كانوا يسجلون المكالمة يعني بين التسجيل وبين الإذاعة ثواني يعني ما تأخذ وقت وتدع هكذا لأن احتراما للسامع والمشاهد أن لا يخدش سمعه شيء قبيح من الألفاظ البديئة لنتدني في ناس يحالوا يعني سلوكيات يعني ممكن يقول كلمة ونسمحها في القناة وأقصى ما كان يقولون المضيع الله أنت حلوة هذا أكثر شيء أقصى ما شيء وحتى هذه كان المخرجين المخرجين حريصين على أنه تنشال وتنشال وتنشال معناته هذا توصليني حك شغلة أختي أمل عن أداب المهنة أو أخلاقيات المهنة كلمين تعني أخلاقيات المهنة كنت إعلامية مخضرمة والله أخلاقيات المهنة هل موجودة الآن أخلاقيات المهنة مع الأسف لا مع الأسف لا يعني كانت كثير عندنا خطوط حمراء في الأخلاقيات المهنة مثلا يعني أنا عندي برنامج قد ما صار لي مدة من الوقت لا يمكن أني أنا لما يوقفون هذا البرنامج أو يوقفوني أنا كمذيع لسبب ما اتي زميلة أخرى حتى لو نادعها مدير البرامج وقالها ممكن تقدمين هذا البرنامج ترفض رفض قاطع وبات أن تقدم هذا البرنامج وأصلا ما يصير يعني حتى هو مدير المحطة أو مدير البرامج لا يمكن يستدعي زميل أو زميلة ويقول لها قدم هذا البرنامج يعني كانت إذا حدثت فتعتبر شيء مشين يعني في عملنا نعم الأخلاقيات أيضا ما عندنا النميمة في حق زملائنا حفظ غيبة زملائنا التكاتف في العمل اللفظ المساعدة أنت عارف إحنا في الإذاعة كنا إحنا نكتب البرنامج وإحنا نسجل ونمنتجه يعني أنا أعمل المونتاج بنفسي أنا المهندس يعني أيام ما كان العدد محدود جدا فكنا إحنا يعني دخلنا في لعبة المهنة يعني أو انصهرنا في مهنتنا جربت حتى الشيء لمتخصصكم حتى الشيء حتى إحنا يعني سوري في هذا التعبير كنا ننظف غرفة المذيعين في الإذاعة يعني عرفت شون نعم لأن إحنا شغلنا هذا وهذا مكاننا حتى أذكر تماما والله يرحمهم لاثنين كنت أبي أفرش زولية بغرفة المذيعين في الإذاعة لما كنا في الشبرات القديمة كان ياي علينا إشته فجمعت حطيت إعلان أنه على الأخوة زولاء كل واحد يحط خمسة دنالي عشان يشتري الزولية أي من المذيعين وكان عددنا حوالي 28 مذيع إلى أن فوجدنا بالزميل المرحوم حمد سعيدان المؤرخ المعروف كان هو في يوم من الأيام اشتغل في الإذاعة في بداياته فرح ياي قال أنا أتبرع عن اثنين مذيعين بعشر ذنانير وكتبها في الجريدة فطبعا الأستاذ المرحوم عبد العيز جعفر هذا الرجل وهو كان من دعائم الإعلام الكويتي حقيقة فقرى الخبر فرح طر من مسوي أحاط العلان قلت لأنا لشان يقول تعالي ويش خني شخل عدله من قالت قلت لأنا كتبت للشؤون الإدارية ما حدرد علي تمينا انطرنا حوالي سبعا ما حدرد علينا فرش لنا الغرفة فجمعت من زملاء ونفرش يعني كون حمد سعيدان قرى الخبر راح تبرع بعشر ذنانير فكثر خيرة لشان يقول اليوم تم فرش الغرفة ورجع فلوس فرجعنا فلوسهم وفرشونا زوليزة أحسن من اللي كنت باشتريها عرفت وحطونا مكتبي ديد وكل شيء فشوفي يعني المسائل شلون كانت يعني النفسيات شلون وشون كان التعامل وشون كان مهنتنا عرفت شلون أنا الحب المهنة أنا حب المهنة أنه مو من أجل مادة الآن لا الآن يعني لو تدخل واحدة مكتب شديد يمكن تشخط عليه وتمشي أو يشخط عليه ويمشي ما شل فرق شل فرق قبل أنا الحين أمين لا الناس تغيرت نفسياتهم الناس ما عادت هي الناس ولا الزمالة عادت هي الزمالة كل شكل الزمالة سلبيات وإيجابيات بس السلبيات فيه هذا الزمن أكثر من الإيجابيات دائماً الجيل القديم يقول أن الجيل هذا ينوح على ما سبب لا بالعكس كان جيننا وزمنا اللي هو لا زال الزمن القائم زمن جميل زمن فيه الإخاء زمن فيه حب العمل يعني إحنا كان عدد قليل لكن فعلاً فيه تآلف فيه ألفة فيه حب فيه حب فيه حب أمل سنة كم اشتغلت بالإذاعة اشتغلت في الإذاعة بالضبط 15-6-64 في الإذاعة الشعبية أول يوم وفتتاحها 15-6-64 64 الأمر كله وما زلت في الإذاعة طبعاً إلى الآن أنا إذاعة قبل شوي تقولي أنا وقفت وقعد في البيت قاعدة في البيت طبعاً إنما عندي برنامج في الإذاعة لا يعني ما شوف نفسي يعني هم مثلاً تلاقين الآن بعض المذيعين يعني يت أنا أقرأ أخبار فيو طلعوا قرار اللي يقرأ أخبار ما يقدم برامج اللي يقرأ أخبار؟ أخبار ما يقدم برامج نعم وطبعاً أنا أقدم برامج يعني أنا التزامي مع الناس وهذا أقدم برنامج ويو أحد الأخوة الوكلة طبعاً راحة والحين إنه متقاعدين ما يصير يشتغلون ما يقرون أخبار ما يشوفونوا الحين المذيعين في العالم مشلون فوقفون عن الأخبار لأننا متقاعدين ما يصير أقدم ما يدري إن هذا الإعلام هو وحين وينه يعني سوري في التعبير ما يندرأ وين أراضي لكن لازلت أنا موجودة ومتواجدة فاضطريت أقدم تقاعد نعم استقالة فما رضى من زود النحاسة إني أقرأ أخبار وأنا متقاعدة فتركتهم تم يتقدم برامج شوفوا هو وين راح الحين وأنا لازلت موجودة وين راح ما أنا بنقول لفظ موزين إنه يعني نعم إنما هذه النفسيات الناس عرفت شون مع العلم إن هذا أنا دربته لما يل الإذاعة وتخطانا بحكم الواسطة وصار وكيل نعم وأول يد تمدت لي عشان يعضها أنا نحاول ولا قوتها هذه النفسيات وهذه أداب المهنة أو أخلاقيات المهنة نرجع لأخلاق المهنة نعم 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 نقولون إحنا بلد ديمقراطي والإعلام فضاء مفتوح ومحطات كثيرة في الكويت والصحف كثيرة السادة مال يقولون احق لنا نتكلم بما نشاء ونقول ونقبر عن آراءنا لا تحجرون على كلامنا ولا تحجرون على أفكارنا ما تحجرون على أفكار؟ لا طبعا يعني احنا في بلد ديمقراطي ولنا حرية يعني طرح الأفكار حرية الكلام لكن أيضا كما يقال الأدب فضلوا على العلم يجب أن أيضا يكون تعبير عن الرأي والمطالبة بأي مطلب في حدود الأدب واللياقة بحيث ما نسيء للآخرين ولا نأزم الأوضاع من حولنا يقول حرية حرية بس الحرية أيضا حريتك تتوقف عندما تبدأ حرية الآخرين ما في شيء